آه طبعا كان الدهب أقل 150 جنيه جرام ساعتا أنت كنت مستغلي قوي وقلت لي إيه اللي بيحصل دايكا 500 وحاجة وقلت لك إحنا لسه لسه عندنا مازال مزيد من الارتفاعات بس وأنا مازلت عند كلامي إن الدهب لسه إحنا ما نعرفلوش السقف بتاعه يوصل لغاية فين يعني إحنا طبعا والدهب وصل لغاية 715 العيار 21 وال24 عدد 800 جنيه لكن إحنا ودي الأسعار تسجل لأول مرة في تاريخ الدهب في مصر أغلق يعني الأسعار دي جديدة حشان كده في ناس حتى الأسعار دي يعني ما اعتبراها فرصة وفرصة قوية للبيع لكن أبدا والله يا جماعة إحنا ما ننساش أن سعر الدهب بيحدد بعدة عوامل أهمها سعر الدهب في البورصات العالمية والسعر ده كان في يوم الهيان بـ 1900 دولار حاليا بـ 1523 دولار ونص فلو الدهب عدد 1600 دولار الوقية نتوقع مزيد من الارتفاعات وأنه هو يعدد 800 جنيه يعني سعر الدهب ما بيحددش بس يعني بيحدد بسعر البورصات العالمية قيمة قوة الجنيه أمام سلة العملات الأجنبية خاصة الدولار في مصر قوة القوة الشرائية بالنسبة للدهب والثلاثة بيدفعوا الدهب لمزيد من الصعود يعني إحنا دايما بنقول ومع دين ما ننساش أن محدش اقتنى دهب يعني الدهب من الأوعية الاستثمارية الممتازة جدا إحنا مبنكرش أن فيه أوعية استثمارية كتير موجودة مطروحة في الأسواق المصرية منها الاستثمار في البنوك والعقارات الاستثمار في الدهب لكن بنقول بنلفت نظر المشاهد أن الاستثمار في الدهب هو ما زال يعتبر من أنجح الأوعية الاستثمارية إحنا ما نقدرش نستغنى على الأوعية الاستثمارية الأخرى كالعقارات والبنوك لأن اللي محتاج سيولة أكيد هيحتاج تعامل مع بنوك لكن بنقول عايز تثمر في دهب حتى لو اشترى على السعر الموجود حاليا وحتى لو الأسعار هدية بعض الشيء لأن الموجة الارتفاعية ما بتاخدش موجة تصعودية مئة في المئة لا إحنا الأول بنهدى ممكن الأسعار تهدى أسبوع أو أسبوعين ثم تعاود التماسك مرة أخرى تبا قل لي يا دكتور ناجي الهدوك ده ممكن يعني ينخفض السعر في قدية وينخفض جنيهات قليلة يعني مثلا كان واصل غاية 712 حاليا بـ 706-707 يعني يغلى مثلا 30-40 جنيه وينقص 5 جنيه أو ينزل مثلا 6-7 جنيه إنما مش التراجع بمعنى كلمة التراجع هو مش التراجع اللي يخسرني أنا لو شريط لأن في الأسواق العالمية لما بترتفع البورصات العالمية بالـ 50 دولار بيحصل حاجة اسمه جاني أرباح إن المستثمرين بيبيعوا اللي اشتروا وكذبوا فيه فبيتراجع قليلا إنما ما زالت المشاكل العالمية التي أدت إلى ارتفاع الداب ما زالت موجودة ما زالت الحرب التجارية الشرسة والعنيفة ما بين الصين وأمريكا قوية جدا ويمكن آخرها هذا الصباح اللي احنا فيه فيه رسوم متبادلة ما بين الصين والولايات المتحدة أول مرة الصين بتفرض رسوم على وردات النفط الأمريكي فاحنا داخلين في صراعات بجانب الصراع في مضيق هرمز بجانب ميل البنوك المركزية الهندية والصينية والروسية لتغزين احتياطات قوية جدا من الدهب فده بيؤدي إلى مزيد ده يا دكتور ما أثر على سعر الدهب عالميا عالميا واحنا مرتبطين بالبرسات العالمية يعني الارتفاعات دي احنا في مصر مناش أي علاقة دي لا احنا مرتبطين احنا جزء من العالم طبعا رقم واحد هو بيحدد في مصر سعر الدهب عشان كده سعر الدهب في مصر بيتغير تبعا لتغير سعره في البروسات العالمية تبعا لتغير سعر الدهب في مصر تبعا لتغير سعر الدهب في مصر اشتركوا في القناة